بسم الله الرحمن الرحيم الآن رح نتعامل مع السطوح الكروية لكن كسطوح منفذة وليست عاكسة وكاسر لإشعة الضوء وليست عاكسة لإشعة الضوء لو سقط شعاء زي ما احنا شايفين عندنا من سطح شفاف إلى سطح آخر شفاف بمعامل انكسار مختلف رح ينكسر وحسب قانون سنل الهو N1 sin theta 1 تساوي N2 sin theta 2 وهنا طبعا الزاوية نعمل عمود مقام الهو مار في مركز تكور السطح الكروي الشفاف وبيتكون زاوية السقوط وزاوية الانكسار ترتبط بالعلاقة اللي هي N1 sin theta 1 بتساوي N2 sin theta 2 من الشكل اللي موجود أمامنا لو شفنا أو ضلينا على المثلث اللي هو C-P-O المثلث اللي هو C-P-O باللاحظ انه الزاوية ألفة هي زاوية خارجة بالنسبة له الزاوية ألفة هي زاوية خارجة بالنسبة له لذلك بتساوي مجموع الزاويتين عدل مجاورة لها اللي هي theta 1 و phi اللي هي theta 1 و phi فلذلك ألفة بتساوي مجموع theta 1 و phi الآن برضو لنفس الشكل لو نظرنا إلى المثلث CPI ارجع للشكل وشوف المثلث CPI ألفة برايم هي زاوية خارج بالنسبة للمثلث لذلك بتساوي مجموع الزاويتين عدل مجاورة اللي هنه theta 2 و phi إذن ألفة برايم بتساوي theta 2 و phi بمعنى أنه theta 2 بتساوي ألفة برايم ناقص phi لو يجينا عوضنا بقانون سنل مع التقريب المعهود عندنا اللي هنقولنا بباراكسي الريز اللي هي الأشعة القريبة من المحور وزاويات صغيرة بدل sin theta theta فبصير أننا n1 theta 1 بتساوي n2 theta 2 وبنعوض بقيمة theta 1 و theta 2 من المعادلتين السابقات فمعادلة theta 1 بتصير عندنا المعادلة بشكل تالي n1 في ألفة ناقص phi و n2 في ألفة برايم ناقص phi وأيضا عندنا برضو باعتبارها تقريب الزاوية المسافة QV مهملة مثل ما قلنا سابقا وبنعوض بدل الزاوية بظل الزاوية اللي هي ظل ألفة اللي بتساوي H على S و ظل phi اللي بتساوي H على R و ظل ألفة برايم بتساوي H على S برايم و ظل phi بتساوي H على R ومن هنا إذا أخذنا H عامل مشترك بيناتهم بصير عندنا ونقلنا طبعا ال N2 على S برايم للطرف فبصير عندنا المعادلة اللي هي n1 على S ناقص N2 على S برايم بتساوي n1 مينس N2 على R مرة أخرى بالنسبة للعلاقة النهائية مع أخذ الإشارات بعين الاعتبار بنكتب العلاقة العامة بطريقة التالية اللي يبدل إشارة النقص بنحط زائد N1 على S زائد N2 على S برايم بتساوي N2 نقص N1 على R هاي العلاقة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الإشارات بأنه S و S برايم بكون موجبات إذا كان حقيقيات وبكون سالبات إذا كان وهميات وأيضا ال R بتكون عندنا ممكن تكون أقل من صفر وممكن تكون عندنا أكثر من صفر حسب إذا كان السطح محدب أو كان السطح مقعر إذا كان مقعر بتكون سالب وإذا كان محدب بكون موجب الآن لو افترضنا إنه R بتساوي ما لا نهاية R ما لا نهاية هذا يعني إنه السطح أصبح مش كوروي السطح عبارة عن plane السطح عبارة عن مستوي وإذا كان السطح عبارة عن مستوي النتيجة النهائية بتساوي إنه S برايم بتساوي ناقص N2 على N1 في S وهاي العلاقة اللي مرت معنا سابقا في الأسطح المستوي الآن ممكن إنه محدد تكبير الخيال تكبير الخيال حسب أو باستخدام قانون سنل في عملية إنكسار الضوء زي ما احنا شايفين ال-H-O هو الجسم الخيال المتكون اللي هو H-I الآن كيف بيمكن أحدد تكبيره من خلال قانون سنل بنقدر نقول إنه تقريبا الزوايا بدل N1 ساين ثيتا 1 بصير عندنا N1 ثيتا 1 و N2 ساين ثيتا 2 بصير عندنا N2 ثيتا 2 الآن أيضا نفس الزاوية ثيتا بقدر أخذ التان اللي هي المقابل على المجاور والمقابل عندنا هنا زي ما احنا شايفين ثيتا 1 المقابل H و H-O والمجاور اللي هو S وبنسبة لها الخيال المقابل هو H-I والمجاور هو S برايم اللي هو بعد الخيال لذلك حسب قانون سنيل بنعوض بدل ثيتا 1 H-O على S بدل ثيتا 2 بنعوض H-I على S برايم و طبعا التكبير النهائي بساوي اللي هو طول الخيال على طول الجسم واللي هو بساوي بالنتيج النهائي ناقص N1 S برايم على N2 S وهنا طبعا إشارة السالب أيضا أخذت لأن الخيال اللي موجود عندنا اللي ماخذين أصلا القانون منه الخيال مقلوب فلازم يكون إشارة السالب أنه الوريينتيشن أو اتجاه الخيال عكس اتجاه الجسم وهنا مشان يدلي على أنه الخيال مقلوب هنا السبب اللي أخذنا الإشارة السالبة هي فعليا مش موجودة بالقانون لكن اتمنها لوجود الخيال المقلوب وتصبح ضمن القانون النهائي فالقانون النهائي للتكبير أو قانون التكبير النهائي بساوي ناقص N1 S' على N2 في S هنا لدينا مثال تطبيقي على انكسار الأشعاع عن الأسطح الكروية إذا كان عندنا خيال حقيقي موجود في الهواء بمعامل انكسار واحد و عندنا على بعد 30 سنتيمتر على بعد 30 سنتيمتر من سطح محدب الآن السطح المحدب هو عبارة عن سطح محدب لوسط آخر اللي هو الماء معامل انكسار واحد فاصل 33 نصف قطر تكور السطح اعتبره 5 سنتيمتر المطلوب مننا إيجاد بعد الخيال والتكبير النهائي لهذا الخيال الآن ببساطة بنطبق العلاقة اللي موجود عندنا احنا موجود عندنا معامل الانكسار انون ومعامل الانكسار انتو وعندنا بعد الخيال بعد الجسم الحقيقي اللي هو زائد 30 اللي هو بالنسبة للأس والآر بما انه كونفيكس بده يكون موجب ومقدار 5 سنتيمتر فلذلك بنعوض هن مباشرة في المعادلة 1 على 30 زائد 1 33 على S 1 بتساوي 31 ناقص 1 على 5 النتيجة نهاية طبعا بننقل للطرف الثاني ونعمل ضرب التبادلي بطلع عندنا انه S بتساوي 40 سنتيمتر وقيمة موجبة هذا بيعني انه الخيال حقيقي ان الخيال حقيقي الان حتى احسب التكبير النهائي برضو بطبق المعادلة اللي هي ناقص N 1 S على ناقص N1 S على N2 في S الان كل المتغيرات موجودة عندنا بتعويضها بطلع عندنا النتيجة بتساوي سالب واحد السالب بتدل على انه الخيال مقلوب السالب بتدل على انه الخيال مقلوب وواحد بتدل على انه الخيال يساوي الجسم في ابعاده الخيال يساوي الجسم في ابعاده هاي هو حل المثال او الفرع الاول من المثال هنا في هذا أو في هذه الشريحة بيبين عندي خنقول حل السؤال بالطريقة أو بطريقة الرسم وين بتكون الخيال وشو صفات الخيال لاحظوا أنه طول الخيال وطول الجسم نفسه لاحظوا أنه الخيال مقلوب لاحظوا المسافة لو حطينا مقياس رسم راح تكون المسافة حوالي أربعين سانتي متر أمام هذا الخيال الآن الفرع الثاني من نفس السؤال الآن إذا كان السطح الكروي مش ممتد يعني خلينا نقول مش سطح واحد لا السطح الكروي له حافتين منتهي له سمك واحد فقط مقداره 10 سانتي متر نفس السؤال السابق لكن الآن في عندي أنه السطح الماء هو عبارة عن عدسة سميكة إلى وجهين باتجاه الجسم وجه محدب وبعدين وجه مقعر مثل الشكل الموجود في السلايد الثاني بتقدر تطلع عليه الآن المطلوب مننا نفس طبعا نصف القطر للوجه الأول وللوجه الثاني المطلوب مننا أيضا بعد الخيال النهائي المتكون والتكبير النهائي لهذا الخيال الآن حل هذا السؤال نبدأ بالحل اللي هو الفرع الأول من السؤال اللي هو بدنا نشوف أول شيء انتسار أو تكون الخيال في الوجه الأول وهذا هو المثال الفرع يعني الآن حل المثال بي بيبدأ بي حل المثال ايه أصلا الآن بعد ما حلينا بالمثال ايه بطلع معانا انه بعد الخيال المتكون عن السطح الأول 40 سنتيمتر خلف السطح الأول تمام الآن بعتبر الخيال اللي تكون عن السطح الأول جسم للسطح الثاني بنعتبر الخيال اللي تكون عن السطح الأول أو عن الانكسار الأول باعتبره جسم للسطح الثاني طيب كيف بحسب مسافته دائما مسافة الجسم للسطح الثاني اللي هو قلنا خيال للسطح الأول هو عبارة عن سمك العدسة ناقص بعد الخيال سمك العدسة عندنا 10 سانتي وبعد الخيال اللي هو 40 إذن تطلع عندي سالب 30 شو معنى سالب 30 يعني هي أنه الجسم خيالي أو وهمي الجسم هو وهمي بالنسبة للسطح الثاني للعدسة ويقع على مسافة 30 سنتيمتر إلى يمين مش إلى يصار صار إلى يمين السطح فالإشارة السالبة هنا بتعليني الآن أنه صار عندي جسم وهمي بتعامل الآن مع جسم وهمي بمعنى أنه الأس الآن أصبحت سالب 30 مش 30 موجبة هذا معناتها الآن بطبق نفس العلاقة واحد على أس زائد واحد على أس برايم بتساوي أنون ناقص عفوا أنتو ناقص أنون على ال ال الار طيب الآن شو اللي كمان رح يتغير عندي الآن السطح يعتبر مقعر مش محدب لأنه الوجه الأول كان محدب الوجه الثاني أصبح مقعر معناته آر لازم تكون سالبة الشغلة الثانية الآن أنصرت من المية لأنه الخيال الخيال السطح الأول هو موجود داخل الماء فعليا فلذلك وكأنه بده الآن من الماء إلى الهواء صارت فبدن يتبدل بدل 31 ناقص 1 صارت 1 ناقص 31 وآر أصبحت سالبة لأنه الخيال أو السطح يعتبر مقعر بالنسبة للجسم وقلنا الجسم خياء وهمي أو خيالي وبالتالي بده يكون إشارته أيضا سالبة فبنعوض الأرقام أصبحت اللي موجودة عندنا فبصير عندنا 1.33 على سالب 30 زائد 1 على S2 طبعا هنا أنه هذا الخيال الثاني اللي بده يتكون وبتساوي 1 ناقص 31 على سالب 5 فبطلع عندنا بالنتجة النهائية أنه S2 بتساوي زائد 9 سنتيمتر شو يعني زائد 9 سنتيمتر يعني الآن الخيال معتدل الخيال طبعا هنا بالنسبة خلينا نقول الخيال حقيقي بالنسبة لمن بالنسبة الجسم الوامي الآن خيال حقيقي يعني تكون من امتدادات الأشعة المنعكسة أو من التقاء الأشعة المنعكسة نفسها فبكون S' بتساوي زائد 9 سنتيمتر أما التكبير النهائي فبنطبق نفس المعادلة اللي هي سالب N1 في S' على N2 في S وهي طبعا السالب صارت 31 في 9 على 1 في سالب 30 فبتطلع النتيجة زائد 2 على 5 لأن شو هاي زائد 2 على 5 هذا زائد أول شي أنه الخيال حقيقي أنه الخيال حقيقي المتكون لأنه تكون قلنا من تقاطع الأشعة المنكسرة نفسها مش امتداداتها أي واحدة الشغلة الثانية 2 على 5 2 على 5 من حجم الخيال الأول 2 على 5 من حجم الخيال الأول اللي هو يعتبر جسم السطح لذلك لو بدي أحسب التكبير النهائي الآن هو عبارة عن التكبير الأول ضرب التكبير الثاني فالتكبير الأول كان عندي واحد والتكبير الثاني كان عندي اللي هو 2 على 5 هذا مقدار التكبير فبكون عندنا 2 على 5 ضرب واحد فبطلع عندي نفسها 2 على 5 من حجم الجسم الأصلي من حجم الجسم الأصلي وبعكس اتجاهه لأنه بالأول كان عندي سالب واحد بالأول كان عندي سالب واحد فلما بدي أضرب الآن احنا قولنا المقدار 2 على 5 ضرب 1 لكن كمقدار واتجاه الخيال بكون 2 على 5 ضرب سالب 1 فبطلع النتيجة النهائية سالب 2 على 5 وبالتالي بكون أنه حجم الخيال النهائي عبارة عن 2 على 5 من حجم الخيال الابتدائي من حجم الجسم الأصلي وبعكس اتجاهه وهذا طبعا الرسم المرافق بمثل لي تكون الخيال النهائي لهذا الجسم الآن في عندنا أول أو ثاني هو مورك عفوا بدكوا تحلوا السؤال رقم 14 والسؤال رقم الثاني اللي هو 15 في الكتاب المقرر وهي نص الأسئلة فبكون معاك واجب وهذا تسليمه إن شاء الله الواجب يكون يوم الأحد القادم بإذن الله والله يعطيك العافية تسليمه 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 تسليمه